بسم الله وكفاء وسلام على عبادي الذين استفى السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة أسأل الله أن يوفيقنا في هذا السعي المبارك ومحذروا خاصتنا الشباب من ينخلوا سواء كان من الرجال أو من النساء مع الجزء العالم وحذروا لأنه الذي حرمه الله ليبقى دائما سيء العاقبة أحببنا أم كرم لأنه ربما حرمه إلا لأنه الشيء دك حين تأتيه يكون سبب بلالك وقد تخرج من هذا الدين الحنيف ونرى التاريخ بعيد وقريب في شأن الخلوة سيجدوا أن أكرأ الأحوال كانت سيئة النهاية وأخذنا من كتابة ماي العقد الفريد منها قصة واحدة من تكرر القصة كفتاء منها عشقة أنت في جبل كاما خلانه فبصر بيها فأعجبته فدخل قلبه قلبه وأراد أن يقترب منها وتحايل ووصل حتى مقدعها ويناء ما بين خلاله وكان من جرأتي ووقحتي وسوء طلعي أن هيقضى وطلع منها أن تناوله يدها هذه المرة الأولى ليلة الأولى ليلة الثانية ولا بمثلة قبلة أو قبلات فقدنا أهل ملكة من جبل بالعمالية تكررت فتآمروا فبلغ خبر هذا التآمر تلك الأنف فسعت إليه تحت جنح الضلام وحضرت فما كان من هذا الرجل إلا أن أحضر صيفه وجلس في مكان يعني لا يراه أحد بقصد الليل وكانت بمها أمطار وقتها تأخر عن الموعد المتفق عليه فحينها من قشع السحاب وظهر القمر رأى كما تقول خيالي فعصباهما من العدو فأقضى سيفه وضرب بالأول قتلت الأنف هذه كبذة جزاء فعلي أنها نخانت أمانة أهلها أن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا دائما نحضر الإنات قصدر هذا العصر من هذه نهايات المفزح المؤينة وربما تقرى في نار جعب وربما وربما أخرى كانت حديدة لا وتكتم سرها على ما مشيعت لدانك لكن حين حين من أفحص الجدة وجد معشوق فماذا قال هذا من سوق تدبيره ماذا قال نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر تحبوا لا تكروا لا إزالة للقدر رب حرم حرم وصوق الفعال أغلب الأحيان ملا سيئة المآل تبكي وأنت قتلتها فاصبر وإلا فانتحر فانتحر يعني من اجتمع على المعاصي وانتهى بمعاصي أخطر منها وهي الانتحار هذا أقوله وصوقه رحمة بالضائعين في متهايات الشياطين ونسو أن الدين الدين الأمانة ودين المضافة وعفة لدي قدارة وخيانة الآن أعرج على ظاهرة أنا لا أقول بما يقول المؤرخون خاصة بما يخص الأمر الذي حدث بين المأمون وإسحاق هذا كان خليل ونديم معناها نديم يعني الناس عندهم هما يحلوا ما حرم الله سواء سواء كان في الكلبة مع النساء وسواء كان في معكر الخض وكان بينهما منا منا طول مدة وفي العشراء وفي المجالس الخليعة وأنهم جاء الله أعلم كيف ضربت الأمة بهؤلاء العشراء وأنا لا أستبعد أن يكون المأمون غير مأمون وإسحاق من يهود مبغضين عند المولى سبحانه وتعالى وعند الأمة هذه الأمة السعيدة بدينها بربها بقرآنها برسولها عليه الصلاة والسلام لا أستبعد أن يكون المأمون غير مأمون وإسحاق الذي اسمه أنا لا نقول أنا لا نسميه إسحاق ورحمة الله عليه الصلاة والسلام لكن إسحاق عند يهود أكثر من نحن وكانت حيالي اليهود لكي يكونوا على دق الأموة في دولة الإسلام وهي دولة منهارة بالطريقة هذه أن يدخلوا عليهم كل حد وشاركوا الدولة كل حد على كل حد بإيجاز هذا إسحاق يطلع على سلم الأسر والنساء وكان دائما في مجالسة يسربوا ثم مذاكرة وحديث يعني على أساس قلوس هو كل حد منهم يبين ما عنده من زاد الأدمي والله أعلم هل هو زاد محمود أو غير محمود أنا كل حد ولا وقع في قلبي وكتم ذلك ولكن اطلع عليه المأمول عندهم وعندهم فلاصة وعندهم عيون إن كلهم الأخبار لاموا فحب يرضيه إسحاق حب يرضيه فهو أنا أدخلوا في مساب سرية له فانتقى المأمول بهذه الدولة فنادمها وحادثها فوضعتي قلبي وسأل عن أبيها وهو سهل من عشقون ولا إبنسان سأل عن أبيها وخطبها من أبيها وهذا الأنبنى اعترد حبما يكون يهود منسوس كما قلت فهذا هو اللي كان ينتظره من قمة الحرام السلطوي يعني عند الأمة الإسلامية بين النفرين فوقعت المؤامرة على أحسن الأحوال ولكن في ما يخص الإسلام فهي دربة نجلة بارة هذا الأنبنى بشكل محظيه لأنه هو منصق لحبها متين والله أعلم السر الدول الكل هتنقلها بالأعدال اليوم في كل مكان في الدول الإسلامية ليس إمبراطورية لكن هي دولة كانت لها ملاوزن عالمي وكانت لها قولة ملا ملا يحسب لها كل خساب لكن إذا كان لعصر المأمول يقعال فما بعده أشره وأدهى والآن حتى الآن كم الإنسان عن نروحه يا ديمقراطة وعن نروحه يرضي في العباد أو يسخط يا رب العباد كم من الإنسان في المغرب العربية أو في الصدق ليس له السلة بالإسلام الحقيقي ويدخل على صر الدولة ويدمرها من داخلها ويريئنا في مصر والأيامات الفارطة كيفاش السل كلب الكلاب الكبار المجلوسين على الإسلام واسمه السيسي الكلب الخنزير كيفاش باش مناه السل ويخبر الناس حتى اخوان ما الله يهديهم لم يتفطروا إلى مرضي ولم يتفطروا إلى خبتي وأعطوهم مركز حساس باش يكون وزير لكن يكعمل وماش يجد يخبر بما أنه خبير المخابرات يعني يارك باش يهدها الدولة مكان والحدي لا شرع الله يعمل به على مستوى الدولة ولكن ظن في إخواني حصل أن يراجعوا أمورهم وهيئ الأمر الذي يسعر عليهم به النجاح والفلاح فيأتي مصر العساب السيسي ومن من اتبعه والملالة والنفاف والكدع وأقول الشرق الغرب الهدينا يرغلون على أمثال هؤلاء الشياطين المتوسين في جسم الأمة أقول لكم لم تفقوا شيئا من تريح الإسلام كما كما حصل في الماضي يصبح رمال ثم يرجى بأمر ربه عتيدا مجيدا قاهرا لأعدائي وأرث لكم أمر المباقات وأقول أحلة العيام لكم والليالي وأنا لا أقول كلاما هكذا لكن أقول وأنا أنا أقيص على القرآن وأسرار القرآن وقصص القرآن وماذا ذكر الله في هذا الشان من قوانين لا يفتروا فعلوها ولن تجري سبحانه لا تبديل ولا تحويل هلوا أنفسكم لأرضا وأحلق الظروف فسترون من أحرار الإسلام وحرار الإسلام ما لم يكن في الحسبان والسلام على المتبع الهدى